السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إزيكي والذي رجالنا لكم اليوم فيديو جديد في الفيديو هذا جماعة الخير جايبين لكم أرخص تجميع ممكن تحصل عليها طبعا تجميع هذه الجماعة الخير شاملة الشحن وشاملة الضريبة وشاملة الكيس يعني أنت فقط اللي عليك تشبك وتلعب فجماعة الخير قبل ما أبدل الفيديو حنا سوينا جروب واتس اوب اللي يبي يدخل جروب جماعة الخير طبعا المناقشة عن أمور البي سي والتجميعات والتجميعات وأخذ الأراء ونستفيد منكم وتستفيدون منا بإذن الله اللي يبغى يدخل الجروب جوعة الخير فيه رابط الاستجرام حق حساب القناة ادخل عليه وكلمني هناك وأنا إن شاء الله سأضيفك جوعة الخير ما بيطول الفيديو زي ما يقولون هو قصير وأخليكم مع الفيديو طيب جوعة الخير أول شي نبدأ فيه عندنا هنا عندنا معالج من اي ام دي اللي هو اثالون الميتين جي طبعا المعالج جدا اقتصادي فيه نواتين وأربعة مسارات سرعة ثلاثة فاصل اثنين غير قابل كسب السرعة للأسف راح ياخذ خمسة ثلاثين واط تقريبا من اللي عندنا من الباور طبعا يعتبر أرخص شي موجود في اي ام دي اللي هو السكت اللي هو و اي ام فور طبعا المعالج مش بطال يمشي الحال اللي مزنيته متوسطة وضعه المادة وسط جدا ممتاز يعتبر ٢٨٣ شامل الضريبة طبعا جماعة الخير عندنا الماثربورد هنا يجمع الخير من ومشتركات المختلفة في حالة MSI خطتها من MSI لأن MSI مكتباً مدربة جداً جيداً جداً جداً ونظامها في البيوس جداً ممتاز لكن ليس كعندنا الرمات تدعم الى سرعة ولا يوجد سرعة وهو ردددددددددددددددد في الدولتشينل لكن في كسر السرعة يعني تصل إلى ايضاً بـ 930 فهذا الشي اعتقد مش بطال نهائيا نجي لبعد الجوارات الخير اللي هو عندنا الجوارات الخير هنا اللي هو ال XFX الريديون هذا الجوارات الخير الريديون ال RX 550 هذا زي كارت تقريبا اقرب منقول للا اي فايف اي فايف اي فايف اي فايف كارت الجيت اكس الف وخمسين هذا اقرب شي الله نقول يعني 2 جيجا هنا عندنا راح يستهلك مشكلة معي الجهة مديني نستهلك كثير مع باور سبلاي ويشاركي طبعا 2 جيجا زي ما قلنا راح يشغلك اغلب الالعاب يعني اذا الاعب التجميع هذه لا يدور يلعب على مثلا او 60 فريم او او لا ادري كيف. هاي راح تعطيك تقريبا زي ادا البلاي ستيشن اشي ممتels صراحة. هنا عند رجوات الخيره اللي هو الرامات من شركة جي سكيل 8 جيجا سرعتها 3000 عندنا هناك المدربور تقبل سرعة 1200 فماشي امورها طبعا خدت سرعة 3000 للمعالج الاثلون يعطينا اداء افضل ولو يكون تقدر تاخذ اللي هو الدول شانل اللي يكون حبثين رام اربعة اربعة راح يديك اداء افضل لكن احنا ندور وتجميع هذه ارخص تجنيه ممكن تحصل عليها طبعا عندنا جواحة خيار هنا من بريفيا الباور سبلاي 450 واط يعني جدا صراحة وكافي في كل طبعا نون موديلر اللي هو عادي جدا لكن في كل اسلاك تحتاجها ان شاء الله عند الجواحة الخير هنا 500 واط من دبل يو دي خمسوية كيجا خمسوية واط يا اخي خبطنا اليوم طرح بشكل طبيعي 500 جيجا من دبل يو دي سرعة 7200 ربي ام دائما اذا تأخذ اي هار ديسك خلال هار ديسك اقل الشيء تأخذ السرعة 7200 فيه 5400 يكون ارخص لكنه ما انصح فيه نهائيا ننتج جواحة الخير عندنا هنا اخر قطع موجود عندنا هنا اللي هو الفيفو سمارت مايكرو اي تي اكس تاور هذا الفيفو سمارت اغسر مقاس للكيسات اللي هو المايكرو طبعا قيمته جدا اخذته لانه قيمته جدا رخيصه في مراوح رجي بي اعتقد فيه مروحتين فقط وانت تطلب عليها الثالثة هنا فماشي اموره فالتجميع هذه جواحة الخير رح تكلفك كاملة فالتواصلة عندك لباب بيتك 1544 تزود عليها 40 ريال او 47 ريال قيمة وندوز رح تطلعك تقريبا 1600 هذه 1600 جواحة الخير ارخص تجميعة بي سي ممكن تجيبها لا تدور شيء ارخص من هذه لان تقريبا هذا ارخص شيء اللي ممكن تلعب فيها يعني العاب يعني هذا تشغلك مثلا لعاب league of legends تشغلك دوتا تشغلك العاب البسيطة هذه لكن تدور شيء يشغلك مثلا باتلفيلد ويشغلك مثلا لعاب الثقيلة تومب رايدر ما انصح تجميع هذه نهائيا فجواحة الخير بس الى هنا خلص الفيديو حقنا يعطيكم الف عافية عن المشاهدة لا تنسوا لايك سبسكرايب وشير وكرمنا نوصل 3500 مشترك يا جواحة الخير ان شاء الله يمديكم توصلوني اياها ودعمكم جدا حلو الايام هذه يعطيكم الف عافية يا جماعة الخير انا سعيد جدا انكم تدعمونا قناة وان شاء الله راح نستمر احنا باذن الله ورح ننزل لكم باقرب وقت يعني نقدر ننزل فيه فكان معكم باس من قاتل سوكا والسلام عليكم